أهلا أحبائنا لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي ونجاي مباشرة في هذا الموضوع بعدين رح أخذ المكالمات بيكره الزواج المسيحي لأنه بيكره الله وبيكره أعماله وبيكره الإنسان المخلوق على صورته وبيكره الزواج لأنه فيه تشبيه للزواج في السماء لأنه رح نكون مثل العروس معه إلى أبد الآبدين طيب شو بعد الطرق اللي بهاجم فيها الأسرة أو الزواج طبعا هذا مش جديد على الشيطان ابتدأ الهجوم من جنة عدن في سفر التكوين وواصل هذا الهجوم في تكوين أربعة وفي طفان نوح إلى آخره ابتدأ في سفر التكوين مع هو عن طريق الخداع والكذب والإغواء والإسقاط في الفخ كل غرضه من البداية من بداية التكوين تدمير العيلة تدمير الزواج تفكك الأسرة عن طريق الطلاق تدمير الأولاد وتفكك كل مش بس الأسرة وكل ما يتبع في الأسرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر